رسالة من الشرعية اليمنية إلى المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد هل تضع النقاط على الحروف؟ الرسالة تشرح الخروقات المستمرة والتصعيد الذي تقوم به ميليشيات الحوثين وصالح في اليمن وتأتي قبيل استئناف محادثات القويت التي من المفترض أن تدخل في صلب المواضيع الأساسية والتي لطالما تهرب منها الإنقلابيون فقد أبلغ عبد الملك المخلافي وزير الخارجية اليمني ورئيس فريق المفاوضين الحكومي في مفاوضات الكويت أبلغ المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ أحمد أن الخروقات العسكرية المستمرة والتصعيد الذي تقوم به الميليشيات في جبهات تعز ومأرب ونهم والجوف يمثل تهديدا جديا لمحادثات السلام اليمنية في الكويت الرسالة أوضحت أيضا أن جرائم ميليشيات الإنقلاب تتجاوز الخروقات العسكرية إلى تفجير المنازل ونسفها بعد احتلالها وهو ما يشكل إرهابا حقيقيا واضحا وجرائم حرب لا نبس فيها وأشار الوزير اليمني إلى أن الاعتقالات التي تقوم بها ميليشيات الحوثيين ضد اليمنيين في وطيرة متصاعدة لا يجاريها في ذلك سوى استمرار الاعتداءات بالمدفعية الصاروخية والدبابات على المدنيين ولا سيما في مناطق الضباب والوازعية وعكف الجانبان اليمنيين في الكويت على ترتيب أوراقهما قبيل انطلاق جولة المباحثات الجديدة التي يؤمل منها وضع حد للصراع الدموي وسط تمسك الشرعية بالثوابت التي أقره العالم وهي انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية نبيل سالم العربية